أكد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبرخليل على ضرورة أن يتابع المهندس المشرف تنفيذ المشروع ميدانياً ويتعامل مع المنجز ودقته بكل مهنية ولا يسمح بمرور خطأ يكون على حساب خدمة المواضنة مضيفاً المهندس عمل نجاح لا فشل للمشروع وقال خلال زيارته مديرية التخطيط والمتابعة ولقائه بعدد من المهندسين أن صلاح الدين مقبل على أفق جديدة من الإعمار والتطور بعد إقرار الموازنة دعياً إلى تكاتف الجميع وتجاوز الروتين على أن لا يكون على حساب القانون ودقة تنفيذ العمل وأجدد المحافظ رفضه لسير العمل وفق مساجية خاصة متعهداً بمحاسبة قانونية لكل من تسوي له نفسه استغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية ترجمة نانسي قنقر